منذ اللحظة الأولى للوطنية اليمنية الحديثة قبل منتصف القرن العشرين حضرت معركة الحرية اليمنية خطوة بخطوة إلى جانب معركة الدستور كعنوان للنضال السياسي والاجتماعي والاقتصادي لليمنيين في بناء دولة حديثة كان الدستور بالنسبة لليمنيين ضرورة سياسية واجتماعية وثقافية كون الدستير ترتبط بطبيعة لوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع يرفع الأحرار الدستور كقيمة عليا وأساس نظري للحقوق والحريات والثورة الجمهورية في اليمن ارتبطت بالدستور مثلها مثل الثورات الإنسانية وحركات التحرر ضد الاستبداد بالإضافة إلى ظهور الأفكار القومية وانكماش الاستعمار الذي كان من الأسباب والدوافع الرئيسة في دسترة العديد من أنظمة الحكم يعد اليمن من البلدان النادرة في المنطقة التي شهدت فيه معركة الدستور حضورا واسعا قدم اليمنيون الأحرار في سبيله العديد من الشهداء الذين أعدموا في ساحة الإمامة بتهمة أنهم دستوريون جاءوا لاختصار القرآن بكتاب يكتبه البشر كما كانت تروج له آلة الدعاية الإمامية كانت لفظة الدستوري تعد تهمة على المواطن اليمني وجريمة متكاملة الأركان قبل ثورة سبتمبر التي نعيش ذكراها بينما لا تزال الذهنية الإمامية والذهنية الأيدلوجية تتخذ مواقف رجعية من الدستور باعتباره العقد الاجتماعي الذي يؤسس لسيادة الشعبية ويرى أدعياء الحق الإلهي غير ذلك عقود طويلة من معركة الدستور اليمنية من الثورة الدستورية إلى الجمهورية الشطرية إلى الجمهورية الموحدة والمركزية إلى مسودة دستور الدولة الاتحادية الذي تعرض للاختطاف من قبل ميليشيا الانقلاب فكرة الدستور بين الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية تبدو حاضرة في اللحظة اليمنية الراهنة وموقف الميليشيا الحوثية من فكرة الدستور هو امتداد لذات المسلك الإمامي باعتبار الانقلاب حركة رفض لمسودة الدستور الاتحادي الجديد ومخرجات الحوار الوطني من قبل الحوث والمخلوع وبعض الأطراف المركزية التي لديها عقدة من توزيع السلطة والثروة على أساس يمني اتحادي لا مركزي